حبايب قلبي أهلا بيكم في نشرة أخبار جديدة عاجل الجيوش العربية تتحد ضد جيوش الأعداء إسرائيل وتركيا وعاجل مصر تمتلك صواريخ فتاكة ومتطورة تستخدمها على طائرات ميك 29 في السودان وتكليف عاجل جمهوري من الرئيس السيسي بخصوص إيطاليا وقضية ريجيني وصدمة من السودان الآن رد فعل قوي وغير متوقع بخصوص سد النهضة وبيان عاجل من الرئيس السيسي لكل المصريين بخصوص تعامل الحكومة مع كورونا في البداية نرحب بكم في فيديو جديد وأخبار جديدة في قناتكم مصر ميديا آي إي بي عاوزين نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واسكروا الله جماعة الخير فجروا زرار اللايك وزرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو عاوزين نوصل ألفين لايك على هذا الفيديو لبيحب مصر ووطني هينزل اكتب تحيا مصر في التعليقات تحت عاوز أشوف الوطنيين مفجرين التعليقات تحت بكلمة تحيا مصر تعالوا نشوف تفاصيل أول خبر مهم جدا معنا وعاجل الجيوش العربية التحد ضد جيوش الأعداء إسرائيل وتركيا انطلقت فعاليات التدريب العسكري سيف العرب في مصر بمشاركة السعودية والإمارات والأردن والبحرين والسودان ومصر وتستمر فعاليات التمرين إلى 26 نوفمبر بميادين تدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية واكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة قوات ومعدات الدول المشاركة عبر قواعد الجوية والمنافذ البحرية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ويهدف التدريب إلى الوصول بقوات المشاركة لمستوى راق واحترافي في إدارة الأعمال القتالية بالتنسيق بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية المصدر معنا كان من RT إن شاء الله نشوف الجيوش العربية متحدين ويبقى فيه الحلف العربي زي كده حلف الناتو والتحالفات القوية العسكرية يبقى للجيوش العربية تحالف قوي ضد الأعداء وتعالوا نشوف مع بعض خبر تاني مهم جدا معنا وعاجل مصر تمتلك صواريخ فتاكة ومتطورات تستخدمها على طائرات ميج 29 في السودان ولكن قبل ما نبدأ في تفاصيل هذا الخبر الهام بتنسوش تدعمونا بالضغط على زرار اللايك وزرار الاشتراك الأحمر وتعالوا نبدأ في تفاصيل الأخبار أظهرت لقطات خلال مناورات نصور النيل بين قوات الجوية المصرية ونظيراتها السودانية امتلاك مقاتلات ميج 29 المصرية صواريخ روسية متطورة وظهر في اللقطات حصول قوات الجوية المصرية على النسخة الأحدث من صاروخ القتال الجوي الروسي متوسط المدى R77 النسخة RVVSD صاحبة المدى 110 كيلو متر وتعد هذه النسخة من الصواريخ RVVSD محسنة بالمدى حيث يصل إلى 110 كيلو متر ومعززة بمحرك دافع جديد يصل بسرعاتها إلى 4.5 ماخ بخلاف منظومة ملاحة لقصور الذاتي INS بجانب الباحث الرداري النشط المدعوم بوصلة بيانات مصححة للمعلومات عن الهدف ورأس حربي أكثر قوة وتنفذ قوات الجيش المصري تدريبا مشتركا مع قوات الجيش السوداني تحت مسمى نصور النيل في قاعدة مروى الجوية شمال الخرطوم منتظر رأي حضركم في هذا الخبر الهام والعاجل طبعا صواريخ مهمة جدا تمتلكها قوات المسلحة المصرية وطبعا لو قعدنا نتكلم عن مدى قدرة الصواريخ التي تمتلكها القوات المسلحة المصرية يعني مش هنخلص وده بسبب طبعا التطور ويعني التنوع في أنواع الصواريخ ومدى الصواريخ وقدرة الصواريخ على التحليق طبعا منتظر رأي حضركم لو أنتم عاوزين أتكلم على الصواريخ التي يمتلكها الجيش المصري منتظر تعليق منكم عشان أشرح لكم أنواع الصواريخ دي حسب مصادر موصوقة تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني مهم جدا معنا وتكليف عاجل جمهوري من الرئيس السيسي بخصوص إيطاليا وقضية ريجيني أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعاون كامل مع السلطات الإيطالية حول قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وأضاف راضي أن هذه التوجيهات تأتي بهدف أساسي هو الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة بالمقام الأول وجاء تصريح راضي رضا على استفسار لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا بشأن الاتصال الهاتفي الذي تم الجمع الماضية بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي وما تم تناوله بخصوص قضية ريجيني كما أبرزت الوكالة الإيطالية نقلا عن راضي أنها المرة الأولى في تاريخ النيابة العامة المصرية أن ترسل وفدا قضائيا لخارج البلاد وبرئاسة النائب العام المصري للتعاون في تحقيقات جنائية كما تم مع الجانب الإيطالي في قضية ريجيني المصدر معنا كان من RT منتظر رأي حضركم في هذا الخبر الهام والعاجل جدا طبعا نجد هنا الاهتمام من الرئيس السيسي بخصوص هذه القضية لطبعا إيطاليا وجعد مغنى بيها قضية ريجيني قضية ريجيني الآن الرئيس السيسي يقوم بحل هذه المشكلة وإن شاء الله المشكلة تتحل ويبقى في تعاون بين مصر وإيطاليا كويس جدا ومثمر منتظر رأي حضركم بخصوص هذا الخبر في التعليقات تحت أسفل الفيديو تعالوا تشوف خبر تاني مهم جدا معنا وصدمة من السودان الآن رد فعل قوي وغير متوقع بخصوص سد النهضة أعلن السودان أنه قرر عدم المشاركة في جلسة التفاوض الوزارية المزمع عقدها بشأن سد النهضة وأوضحت وزارة الرئي والموارد المائية في السودان في بيان لها أن هذا قرار يأتي تأكيدا لمواقف الخرطوم السابقة التي دعت لإشراك الخبراء الأفارقة للمفاوضات بين الأطراف السلاسة وحسب البيان فإن ياسر عباس وزير الرئي والموارد المائية أكد في رسالة بعث بها لسيل تشيبي كيلي وزير الموارد المائية الإثيوبي على موقف السودان الداعي لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب المواقف بين الأطراف الثلاثة وأن الطريقة التي تبعت في المفاوضات خلال الجوالات الماضية أثبتت أنها غير مجدية وجددت الرسالة التأكيد على تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ومرض للأطراف السلاسة إعمالا لمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية والخميس أعلن وزير الرئيس السوداني أن مفاوضات سد النهضة لن تستمر إلى مال نهاية وطلب مد المفاوضات لمدة عشرة أيام ليس له جدوى المصدر معنا كان من وكالة السودان للأنباء منتظر رأي حضركم في هذا الخبر الهام والعاجل تعالوا لشوف مع بعض خبر تاني مهم جدا معنا وبيان عاجل من الرئيس السيسي لكل المصريين بخصوص تعامل الحكومة مع كورونا ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأداء الاقتصادي للحكومة المصرية في ظل جائحة كورونا لافتا إلى إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني لمصر وكتب الرئيس السيسي على تويتر أتوجه بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالي بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة وأضاف هذه الجهود التي أشادت بها كبرى المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها الإعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي بأن أداء الاقتصاد المصري فاقت توقعات وأبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتابع كل التقدير لهذا العمل الدؤوب الممتد عبر السنوات الماضية والتحية والاعتزاز لدعم شعب مصر العظيم يذكر أن صندوق النقد الدولي أشهد في تقاريره الأخير بمؤشرات الاقتصاد المصري حيث ستحصل مصر على تمويل إضافي بقيمة واحد وستة من عشر مليار دولار المصدر معانا كان من RT منتظر رأي حضرككم في هذا الخبر الهام والعاجل طبعا شيء يعني جميل جدا أن رغم أزمة فيروس كورونا الاقتصاد المصري زي الفل وما تأثرش زي ما الدول البقية تأثرت فده يعني شيء مبشر جدا أن حتى بعد الأزمة هيكون في تحسن اقتصادي أعلى وأعلى من الوقت الحالي تعالوا نشوف آخر خبر مهم جدا معانا وهيئة الأرصاد المصرية تحذر من تقلبات التقس أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر بيانا حذرت فيه من حالة التقس المتوقعة على البلاد مؤكدة أنها ستكون غير مستقرة وأوضحت أن التقس سيشهد حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة من الأربعاء 25 نوفمبر 2020 إلى الجمعة 27 نوفمبر 2020 وستشهد البلاد الأربعاء 25 نوفمبر حتى الجمعة أنطارا غزيرة تكون راضية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الإسكندرية ومطروح السلوم ورشيد ودميات وبرسعيد والعريش ورفح وأمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون راضية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري قفر الشيخ البحيرة الدأهلية الغربية الشرقية والملوفية وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد الفيون بنسويف المينيا يصاحب ذلك انخفاضا في درجات الحرارة ونشاط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الإحساس ببرود الطقس وعاني قاهرة الكبرى من المنتظر أن تشهد قاهرة الكبرى اعتبارا من الأربعاء الموافق 25 نوفمبر إلى الخميس الموافق 26 نوفمبر أمطارا متوسطة ويصاحب ذلك انخفاضا في درجات الحرارة ونشاط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرود الطقس وأكدت هيئة الأرصاد أنه يجرى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد أن الآثار ناجمة عن سقوط الأمطار موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يومية المصدر معانا كان من وسائل إعلام بصرية لذا يجب على يعني الشعب المصري أنه ياخد باله من ظروف الطقس في الأيام القادمة ربنا يسطر يا رب جينا لنهاية نشرة الأخبار كان معكم إسلام من قناتكم مصري ميديا آي إي بي بحبكم جدا بحب تعليقاتكم إن شاء الله أشوفكم قريبا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته